اشتركوا في القناة مشكلين حضوراً مصرفياً ومالياً عربياً ودولياً لافتاً على كل الصعود ومنصة عربية دولية جامعة لصناع القرار المالي والاقتصادي في الدول العربية وقد تميز المؤتمر وهو الأول للاتحاد في المملكة بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد بمشاركة صانعي القرار الاقتصادي والمالي ومحافظي بنوك مركزية عربية ورؤساء مؤسسات مالية عربية ودولية ورئيس وعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وقيادات مصرفية سعودية وكرم الاتحاد في ختام الكلمات الرئيسية المحافظ السياري بمنحه درع الاتحاد التقديرية في حضور ومشاركة كبار الشخصيات الرسمية علماً أنه جرى خلال المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المصارف العربية وشركة محمد خالد الجابر وشركاء أهل المحامات والاستشارات القانونية كما تزامن مع المعرض المصاحب له وناقش المؤتمر خلال خمس جلسات رئيسية واحداً وعشرين محوراً اقتصادياً ومالياً إضافة إلى تنظيم وشتي عمل تقنيتين وتناولت جلسات المؤتمر على مدى يومين محاول التحولات الاقتصادية العربية والسياسات المعتمدة للتنويع الاقتصادي طباط النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المخاطر المالية وفرص الاستثمار والتشريعات المالية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والتحول الرقمي في القطاعات المالية والمصرفية وخلص المشاركون إلى توصيات أبرزها ضرورة تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي وتسريع إجراءات التحول من اقتصادات أحدية القطاع إلى قطاعات متنوعة وذات قدرة أكبر على مواجهة التحديات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجيات التحول الاقتصادي الطويلة الأجل اشتركوا في القناة